تعالي بقى اقول لك على طريقة حلوة جدا تقشري بها اليوسفي من غير ما تبهدلي ايدك. وكمان لو انت مش قادرة ان انت تكليها كلها ممكن تحتفظي باقي الكمية بكل سهولة. هتبدأ ان انت تقشريها بالشكل ده كده بالقشرة نفسها ما تشليش القشرة خالص منها. وهتبدأ ان انت تقسميها على اربع تربع بالشكل اللي انتو شايفينه ده. بالزبط كده. وهتبدأ ان انت تسحبي بقى جزء جزء على حسب ما انت عاوزة الكمية اللي انت حباها. والباقي طبعا بيكون في الاشرة بتاعته ممكن تحتفظي بيه في التلاجة. نجرى بيها طريقة سهلة وبسيطة وبإذن الله تعجبك. تعالي بقى عايزة اسألك سؤال. كم مرة القماشة بتاعت المطبخ تاهت منك وانت بتطبخي? كتير جدا وبنقعد كده ندور عليها علشان نشيل غطل حلة مش بنلاقيها. طب حل المشكلة دي ايه? تعالي بقى يا ست الكل هقولك حل حلوة قوي. بس وعتنسي تحطيلي اللايك يا ست البنات وعتنسي كمان تقوليلي بتشاهديني من اي ب نفرد يعني انها محطوطة على النار وانتي بتدواري على القماشة ومش لقيها. هتجيبي كده المساكة بتاعتك اللي انتي بتشيلي بها السمك الفراخي الحاجات زي كده من الطازة وتبدأ ان انتي تلفيها بالشكل ده كده على مقبض الحلة. وكده تقدري تشيليها وتحطيها بكل سهولة. وما تلاقيش خالص عمرها ما هتفلت منك لاني قفلت عليها المساكة كويس جدا. تجربي بجد الفكرة دي هتعجبك وهتحللك المشكلة دي بكل سهولة. هاتي كمامة والمقب ده بنلاقيه في اي كارتونة كده اي حاجة جديدة بنكون جايبينها وتعالي هقولك على فكرة بجد تحفة وهتنفعك جدا جدا. صلي كده على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وتعالي هقولك هنعمل ايه بالكمامة والمقبض البلاستيك اللي معينا ده. تعالي بقى هحللك مشكلة كلنا بنتعرض لها. المقبض البلاستيك ده هيحلها لك بكل سهولة. هنبتدي ان احنا نفكه بالشكل ده. هو بيبقى جزئين بالشكل اللي انتم شايفينه. وحنش هنحتاجه غير الجزء اللي هو اللي فوق ده بس. وهنبتدي ان احنا نحط كده الاستيك بتاع الكمامة بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بالطريقة دي. زي ما انتم شايفين كده سبتناه من الناحية دي ومن الناحية دي. بكده انت حليتي المشكلة اللي بتكون على طول معانا وملازمانا لما بنكون لابسين كمامة بتبص تلاقي الكمامة. بتبقى طبعا لو انت لابسة طرحة ولا حاجة ما بتعرفيش تشيل الاستيك او تحط الاستيك فالطريقة دي حلوة جدا. هتسبت لك جدا الكمامة على وشك بكل سهول ومستحيل تقع او تفلت منك زي ما انت شايفة كده جربيها تعجب. هتي ازازة وتعالي هنعمل بيها بجد فكرة تحفة. زي ما انت شايفين كده اي ازازة عندك موجودة بس يعني ياريد تكون كبيرة شوية. وهنبدأ ان احنا نقصها من تحت بالشكل ده. ونسويها من الاطراف. ويعني لو حطيتي آآ لزقة على الاطراف يبقى احسن بكتير عشان ما تعواركيش. وهنبدأ ان احنا نعمل فتحة مقاس الغطب بتاع الازازة. بالشكل ده كده. وهتبدأ ان انت تقصي الازازة من جنب الدورية اللي انت فتحتيها اللي هي مقاس الغطى بالطول بالشكل اللي انتو شايفينه ده. صلي كده على النبي وتعالي نشوف باقي فكرتنا. هنقص طبعا الزيادات وهنسيب ايه المكان اللي احنا قصناه ده بس. ممكن كمان ان احنا نرجعه الورا بالشكل اللي انتو شايفينه ده. تعالي بقى اقول لك هنعمل بايه. بجد فكرة حلوة جدا وتستحق التجربة. هتجي كده عند الكرسي اي كرسي عندك وتبدأ ان ان انت تحطيها في طرف الكرسي بالشكل اللي انتو شايفينه ده. ممكن نحط الغطى ده وممكن نشيله. هي طبيعي متسبتة كويس جدا. زي ما انتو شايفين كده. في الفكرة دي هنشيل الغطى. ممكن تستخدميها لو انت بتحب الصوف تستخدميها تحط فيها بقرة الصوف وتبدأ ان انت تستخدميها بكل سهولة. وممكن كمان تعمليها كحامل لاي حاجة موجودة عندك جرب الفكرة دي بجد حلوة. جربتي قبل كده تكوي شبكة اللمون بالمكوى بالشكل ده. فيديو مليان افكار بازن الله هتطل مستفادة ان شاء الله لو بفكرة واحدة بس صلي كده على النبي. حطيلي لايك يا ست الكل وتعالي نبدأ افكارنا ان شاء الله هتعجبك. تعالي بقى هقولك على فكرة حلوة لو انت ما عندك يش كياس تلاجة وعندك بس كيسة اللي في ايدي دي. صلي كده على النبي وتعالي هقولك على الفكرة دي بازن اللي هتنفعك. زي ما انت شايفة كده لو احنا حطينا شربة او مسلا خضار فيه صلصة او كده في كيسة دي فمش هينفع تبوس تلاقي بنزل اي مية او سويل من بكل سهولة. الفكرة اللي انا هقولك عليها دي بقى حلوة جدا عشان تستخدمي الكيس ده كأنك مستخدمة كيس تلاجة بالزبط وهيكون محكوم جدا معاك في قفله زي ما انت شايفة كده هنجيب الطرف اللي في النص ده وهنبتدي ان احنا نخلي حد يساعدنا كده ويمسكهن ونبتدي ان احنا نربط اول ربطة بالشكل ده وتاني ربطة هتبتدي ان انت تطلعي الحطة اللي في النص بالشكل اللي انتو شايفينه ده وتربطي تاني ربطة عليها بالشكل ده بالطريقة د ان انت كده حكمت الكيس كويس جدا ومستحيل اي سوايل تنزل منه لو انت حطى مثلا شربة او حطى اخضار او حطى اي حاجة هيبقى محكم جدا معاكي جرب الفكرة دي بجد حلوة لو في الشتاء بتفرش الدفايات اللي بتبقى بالشكل ده شوفي الفيديو ده بجده هتستفادي صلي كده على النبي واقولك تعالي على فكرة حلوة جدا تقدر ان انت تثبتي بيه الدفاية بكل سهولة من غير اي تعب ولا مجود منك هجيبي استقاريت بين اللي انت شايفة ده وهتبدأ ان انت تث في طرف الدفاية من عند الرجلين ومن عند الرأس بالشكل ده الدفاية دي طبعا انا قلبيها انا بعد كده هقلبها عن ناحية التانية وهدخلها في المرتبة بالشكل ده زي ما انتو شايفين كده بتبقى دخلها تحت المرتبة القستق بالشكل اللي انتو شايفينو ده دفاية عمرها ما هتتشايل من على المرتبة غلة وانتي شيلتيها بايدك طبعا انا رفع المرتبة بالشكل ده هنزلها دلوقتي ووريكي شكل السرير بعد ما حطيت عليه الدفاية بجد الفكرة دي حلوة جدا وهتخليك الدفاية بتاعتك سابتة جدا على السرير بالشكل ده بجد الفكرة دي حلوة ومنجزة جدا وهتريحك كتير جربيها عندك ازاز الزيت دي تعالي هقولك على فكرة حلوة جدا بازن الله هتنفعك صلي كده على النبي في التعليقات ومش تنسي تقولي لي بتشاهديني من انهي بلد وتعالي اقولك هنعمل ايه في ازاز الزيتك طبعا كلنا بنفتحها من فوق بالشكل ده ما بنجي نفتحها كده تبوس تلاقي الزيت اللي فيها الكاب كله على ايدك لان الفتحة بتاعتها بتبقى واسعة شوية هاتي كده دبوس وبدأ ان انتي تسخني على النار بالشكل ده وبدأ ان انتي اعمل فتحة صغيرة جدا للازازة بالشكل اللي انتو شايفينه ده فتحة صغيرة واحدة بس زي ما انت شايفة كده وبكده هتقدر تستخدمي الازازة بكل سهولة من غير ما تفتحيها ومن غير ما الزيت اللي معاك يقع منك بالشكل اللي انتو شايفينه ده بجد الفكرة دي حلوة وموفرة جربيها هتعجبك هاتي ازازة وتعالي هنعمل بها فكرة حلوة جدا للشتة وهترايحك كده من الكراكيب وبندوشة كتير صلي على النبي وتعالي نشوف هنعمل ايه هتجيبي ازازة تكون كبيرة شوية وهنحتاج في الفكرة دي كزا ازازة مش ازازة واحدة بس بس انا هقولك على الفكرة كده من اولها وبعدين انت كميليها كميليها بقى بكزا ازازة من عندك الازاز العادية خالص البلاستيك اللي بتكون بالشكل ده او اكبر او غزار مش مشكلة خالص هتبدأ ان انت تقصيها حلقات بالشكل اللي انتو شايفينه ده وتبدأ ان انت تساوي اطرافها بالشكل ده بالزبط كده وهتجيبي بقى ست الكل كده اي بلاستر يكون عندك وتبدأ ان انت تلزقيهم في بعض بالشكل ده انا بسهل عليك الدنيا خالص مش هنقول مسلا دباسة او داب الفيس او اي حاجة اي حاجة عندك حاول ان انت تلزقيهم في بعض بالشكل ده وده هتبقى منظم حلو جدا للشربات في الدرج ما بتحتاجي اي شراب بتلاقيه بكل سهولة جرب الفكرة دي بجد حلوة وهتعجبك جربتي قبل كده تكوي شبكة اللمون بالمكوى بجد فكرة حلوة جدا وبازن الله هتفيدك جدا جدا في بيتك صلي كده على النبي ومش تنسي تقولي لي بتشاهديني من اي بلد طبعا الموضوع ده بيساعدني جدا وتعالي نشوف فكرتنا مع بعض ايه هي هتجيبي شبكة اللمون بتاعتك وتبدأ ان انت تسويها من الاطراف زي ما انا عملت كده وهتجيبي الصابونة وتبدأ ان انت تلف عليها شبكة اللمون بالشكل ده هتسيبيها كده يعني زي ما هي مجوز مش هتفرديها زي ما هي كده هتفرديها بايدك بالشكل ده وتبدأ ان انت تلف عليها الصابونة بتاعتك بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهجيبي كده منديل او ورقة من الفويل وتبدأ ان انت تحطي على طرفها بالشكل ده وهتبدأ ان انت تضغطي عليها بالمكوى بالشكل اللي انتو شايفينه ده بالضبط كده طبعا المكوى بتخلي اطرافها تمسك مع بعض اه جدا ومستحيل انها تتفك بسهولة زي ما انت شايفة كده يعني هي نفس نفس فكرة الكيسة لما بنيجي نقفلها الكياز بتاعت التلاجة لما بتيجي ما بتيجي تقفليها هي برضو بتبقى نفس الفكرة وبتثبت جدا اه ضغطة المكوى دي طب احنا بنعمل كده ليه بعد ما بتضغطي عليها من الناحية دي ومن الناحية دي وبتتقفل كويس جدا معاك الصابونة بالشكل ده تعريبا هقولك انا عملت الصابونة ليه كده عشان دي هتبقى بديل اه لو انت مسلا بتاخد شاور او كده ومش حابة ان انتي تستخدمي الليفة او تستخدمي اي حاجة دي هتبقى بديل حلو جدا بتقدر ان انتي تستخدميها كصابونة وكليفة كمان في نفس الوقت بتطلع لكل الجلد الميت اللي موجود على جسمك وكمان مش هتستخدمي اي حاجة تانية غير هي الصابونة وشبكة اللمون بالشكل ده وكمان ممكن تستخدميها للاطفال بتبقى نعمة وحلوة جدا على الجسم جربيها تعجب